تزايدت في الأونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات سياسية وأمنية ومواطنين وبعض تلك العمليات تمت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون ووصف مراقبون بعض تلك العمليات بأنها تصفيات سياسية لا تستطيع الشرطة الكشف عنها فيما أغلب الذين طالتهم عمليات التصفية هم شخصيات تسعى إلى الحصول على موقع مسؤول في وزارات الدولة أو الأجهزة الأمنية أو تجار لديهم أموال ونفوذ هذا دليل على أنه الدولة ضعيفة أمنيا واستخباريا ولا تستطيع حفظ أمن المواطن العادي يعني اللي نشوفه أنه الحكومة العراقية مجرد موفرة أمن لنفسها الضعف الأمني في بغدار والمحافظات بل تزامن مع تشكيل حكومة جديدة هناك من يريد خلط الأوراق في بغدار وفي العراق لكي يرسل صورة إلى العالم بأن العراق هو بلد غير آمن وبحسب متابعينا أن مثل هذه العمليات ستؤدي إلى هزة ثقة المواطن العراقي بالأمن في خضم الصراع السياسي المحتدم لتشكيل حكومة جديدة متسائلين عن الأطراف التي يمكن أن تقف وراء عمليات الاغتيال التي جرت أغلبها في وضح النهار سلسلة اغتيالات تشهدها العاصمة بغداد وبعض المحافظات في البلاد دون معرفة الأسباب والدوافع ومطالبات بكشف الجهات التي تقف وراء تنفيذها في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد